شهد مجلس حقوق الإنسان مواجهة دبلوماسية حادة وغير مسبوقة بين ممثل البعثة الإيرانية في المجلس حميد أحمدي وبين مندوبة الاحتلال الإسرائيلي التي قالت النتال أبيب قلقة إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران مشيرة إلى أن مجتمع الميم والأقليات الدينية والإثنية تعاني من العنف والتمييز وفق تعبيرها نعرب عن انشغالنا إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران حيث إن مجتمع الميم والأقليات الدينية والإثنية تعاني العنف والتمييز بما في ذلك العقاب وبتر الأعضاء وغيرها ندين بشدة إعمال عقوبة الأعدام خصوصا ونعرب عن انشغالنا حيال وضع الفتيات والنساء في إيران خصوصا بعد وفاة مهسى أميني ومثل ذلك من مظاهرة أحمدي رد على الإدعاءات الإسرائيلية وكشف عن فضائح إسرائيل وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني دعين الإسرائيليين إلى النظر إلى سجلهم الدموي بدلا من أعرابهم عن قلق مزاع حالة حقوق الإنسان في إيران أمارس حق الرد للتصدي للإدعاءة المغلوطة ضد بلادي من جانب نظام إسرائيل الذي يقوم على الفصل العنصري والانتهاكات الصارقة لحقوق الإنسان ومن المؤسف أن ممثليها يتحدثون عن حقوق الإنسان للآخرين وبدلا من أعرابهم عن القلق إذا أحالت حقوق الإنسان في بلدي ندعوهم إلى النظر إلى سجلهم الدموي والانتهاكات المنهجية في هذا المجال ونظام الفصل العنصري من المناسب بالنسبة إليهم أن يبدو القلق بشأن مقتل النساء والفتيات والأطفال في أراضي فلسطين المحتلة والأطفال الذين تشردوا بسبب الحصار الجائر والمستوطنات غير القانونية واستهداف المجتمع المدني والعاملين في مجال الأعلام ووفد بلادي لا يدهج هذا النوع من المغالطات ولسيما عندما يتعلق الأمر بتهديد رئيس وزرائهم لبلادي بالقصف النووي كذلك هم يقومون باستخدام هذا المجلس للتغطية على طبيعتهم الشريرة وأعمالهم الوحشية